جرائم القتل هذا الأسبوع جوال بين مصر والأردن والعراق مقتل أستاذ علي الطالب لكن ضحية اليوم اختفت منذ ثلاثة أسابيع وحينما نبشوا الأرض عثروا على جثتها إنها الإعلامية المصرية شيماء جمال مقدمة برنامج المشاغبة وأي جثة أربعينية وجدت لتلك المرأة في مزرعة بقرية تابعة للبدرشين في ألغيزة ولفت رقبتها بجنزير مصبوب على وجهها حمض النيتريك أو ماء النار الذي لا يترك ملامح الوجه إلا مشوهة بالكامل البداية راوية تعود إلى تلقي اللواء متحة فارس مدير مباحث ألجيزة بلغا من عضو بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته وأن آخر اتصال جمعهما أخبرته فيه بأنها بنطاق مدينة السادس من أكتوبر وستتحرك بعدها إلى المنزل قبل أن يغلق هاتفها إلى الأبد لم يكن حينها زوج شيماء متهما أولا لكن كل أصابع لاتهام الشاهدين اتجهت نحو أيمن حجاج المستشار المتهم بقتل زوجته ويعمل بمجلس الدولة بدرجة نائب رئيس المجلس ولأنه من الخلافات ما قتل أشارت تحريات الأولية إلى أنها كانت تريد إعلان زواجهما الذي استمر عرفيا لثلاث سنوات لكنه على ما يبدو أبا ذلك واستدرجها لإرضائها في تلك المزرعة لكنها لقيت حتفها بعد مشادة كلامية كانت تطالب فيها بإشهار زواجهما علما بأنها الزوجة الثانية أختها على فكرة في نشر سابقة مع العربية في أخبار المساء قالت أنه لم يكن زواجا عرفيا كان زواجا مكتمل الأركان لكن أي من لم يلجم غضبه فسحب سلاحه الناري ورماها بالرصاص على رأسها حتى أرداها قتيلة أنا شايف أن السبب كل ده المخدرات بالذات المخدرات اللي نزلت بين الشباب اليومين دول زي الكريستال والمخدرات دي أي حاجة بتحصل حاليا مش غيرة ولا خلافات ولا حاجة هي يعني الناس بقت عندهش تربية الدين قلن عدم عند الناس الأخلاقيات قلت خالص فكل ده دافع لأن ده بيحصل يعني أي قتل أي جريمة أي إن كانت قتل سر شايفا أنها نتجة عن التربية لأن عمتا شخصية أي حد بتبدأ تتكاوم من البيت من التربية من المجتمع اللي احنا قاعدين فيه بس دي ترجع لحاجة واحدة بس عدم تربية لو الراجل مش جادر يوفر المعيشة الكريمة لابنه وما يخلفش أحسن دي الحقيقة يعني لإما يحتوي القصة في هذا الأسبوع العنيف ضد المرأة انتفض لها رواد مواقع التواصل تحت عدة هاشتاجات أبرزها باسم المجني عليها شيماء جمال وعزاء النساء وانقسمت الأراء والتحليلات وقد يكون أشهرها روية ما قاله الفنان المصري السبعيني صلاح عبد الله عن الجرائم المنتشرة فإن معظم هذه الحوادث المحزنة التي أشعرتنا وكأننا في غابة غير آمنة ليست بجديدة لكن في السابق لم تكن السوشيال ميديا موجودة وعلى منصات التواصل أعاد المستخدمون تداول عدة مقاطع لشيماء كانت تتحدث بها عن الخلافات الزوجية إضافة إلى مقطع آخر بدت وكأنها تتنبأ فيه بمصيرها مصيرها الذي قتلت فيها على يد زوجها ما لم تهرب من بين يديها فحصل ما كانت تخشاه دون أن تنفذ النصيحة التي وجهتها بنفسها للزوجات المعنفات لأنه ألتهم بالفيديو اهربوا نتابع أبوس إيديكم يعني الستات اللي بتتعرض لأي عنف أي عنف أهرابي أهرابي بسرعة أهرابي أهرابي من اللي أنت فيه ما هو أنتها كده كده هتتقتلي خليه يروح في الستين ده يا ما تستنيش لما تتهانى أكتر من كده ما تستنيش لما تطربتي على كرسي وتتضربي وتمنع عنك الأكل ما تستنيش ده أول ما هتبعتلي أنا بتضرب أهرابي أول كلمة هقولها لك أهرابي من اللي أنت فيه لأني مش هشارك أني أنت تكوني ميتة زي اللي قبلك ما تستنيش ما تستنيش أنه يتعدل